اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سألني احد الاخوة قال استاذ شنون اعروف كهرباء البيئة الضعيفة لان انت قلت في درس سابق انه اذا الكهرباء ضعيفة سوف تؤثر على السبلت والسبلت يعطيها حار صحيح الكهرباء اذا كانت ضعيفة تسبب الى عدم اشتغال الكمبريسر اه هاي الشغلة اه وضحناها في الدروس السابقة اه اليوم اريد انشوف شون نعرف الكهرباء البيئة الضعيفة او قوية او جيدة اخواني نعرفها عن طريق هذا الجهاز جهاز اوفو متر هذا جهاز معروف موجود بالاسواق مو شرط هاي النوعية انه جهاز يقيس الفولتير متناوبة اتخليه على الرينج سبعمائة فولت هذا برينجات اربعة اثنين فولت عشرين ميتين سبعمائة تخليها على السبعمائة لان فولتية المنزل احتمال ميتين وعشرين اقطاب الجهاز تخليها بالكهرباء تشغل الجهاز بعدين تضغط على السويتش طبعا تكون حذر لان هاي الكهرباء وطنية انت تقول بسم الله اشتغلت الشسمة هاي تشوف اخواني تحرك شوية حتى توصل شوف يقدر يقرأي اذا تلاحظون هاي الكهرباء الوطنية جاي تقرأ عدي ميتين فولت مية وتسعة مية وستة وتسعين مية وخمسة وتسعين اذا كهرباء يعني تقريبا نقول زيانة يعني اذا ميتين مية وخمسة وتسعين شغل السبلت بس اقل من مية وتسعين شوية مو زيانة يعني مية وخمسة وتمانين وجوة مو زيانة مية وخمسة وتمانين وفوق خلي نقول اوكي مو مشكلة فهي اخوان طريقة فحص كهرباء البيت هاي هاي الوطنية هاي تقريبا مية وخمسة وتسعين واني طبعا هاي مشغل السبلت مع الغرفة ودي الطهوة بارد مشغلة حاليا ودي الطهوة بارد الان الساعة سنتين الظهر فالكهرباء الوطنية ميتين فولت مثل ما تشوفون فهاي طريقة فحص كهرباء المنزل ومعرفتها ضعيفة او جيدة او مرتفعة اذا كانت مرتفعة يعني اكثر من ميتين واربعين فولت اذا كانت جيدة من ميتين وعشرين الى ميتين واربعين اذا كانت ضعيفة من ميتين وعشرين وجوه من ميتين وعشرين وجوه تعتبر ضعيفة فلا تنسى لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته